موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى موجز لاهم الانباء لقي ما لا يقل عن 150 شخصا حتفهم الاثنين جراء الفيضانات التي اعقبت مرور عاصفة دانيال عبر مناطق في شرقي وغرب البلاد في حين اعلنت السلطات حالة الطوارئ القسوى واغلقت المدارس والمتاجرة وفرضت حذر التجول مع وصول الاعصار الى اليابسة هذا وابدت الجزائر استعدادها الكاملة للوقوف الى جانب الليبيين ومدهم بيد الدعم والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع السيول والفيضانات المأساوية التي ألمت بليبيا الخارجية الجزائرية في بيان لها اكدت تعاطف الجزائر وتضامنها مع الليبيين في مواجهة آثار هذه المحنة واعربت عن خالص التعاز والمواسات لدولة ليبيا حكومة وشعبا اثر الكارثة اعلنت السلطات المغربية لاستجابة لاربعة عروض للمساعدة قدمتها بريطانيا واسبانيا وقطر والامارات لمواجهة تدعية الزلزال واكدت وزارة الداخلية في بيان لها مساء الاحد ان هذه الفرقة بدأت التواصل مع نظيرتها المغربية لتنسيق جهودها وان المملكة ترحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم مشيرة الى امكانية اللجوء الى عروض الدعم المقدمة من دول اخرى صديقة اذ اقتضت الحاجة هذا ويسابق رجال الانقاذ الزمن الاثنين للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المواطنين الذين فقدوا منازلهم بعد اكثر من ثمان واربعين ساعة على زلزال المدمر يجري رئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي الاثنين محادثات مع الامين العام للامم المتحدة انتونيو كوتريش في مقر الامم المتحدة بنيورك وستتناول المحادثات حسب وكالة الانباء الصحراوية جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة واقع وافاق عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الصحراء الغربية وسبل بعثها بما في ذلك تدارس سبل الاسراع في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المصدر ذاته نقل عن ممثل جبهة البوليزاريو بالامم المتحدة المنسق مع المينورسوسيد محمد عمار قوله ان المحادثات التي ستجرى بحضور كبار المسؤولين الامميين تأتي في اطار الحوار المستمر بين الطرف الصحراوي والامنة العامة الاممية وهيئاتها ذات الصلة لقي عشرة اشخاص حتفهم واصيب العشرات وسط تجدد اعمال العنف بين فصائل متنافسة بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان وبعد وقف لاطلاق النار استمر شهرا تجدد القتال مطلع الاسبوع وادى الى مقتل عشرة اشخاص على الاقل ينتمي ستة منهم الى حركة فتح واثنان اخران الى فصائل اخرى حسب مصدرين فلسطينيين في المخيم وقال مصدر امني لبناني ومصدران فلسطينيان ان الاثنين المتبقيين كانا من المدنيين فيما ذكر بيان للجيش اللبناني ان خمسة جنود اصيبوا واحدهم في حالة حارجة اثر سقوط ثلاث قذائف على مركزين تابعين لوحدات الجيش المنتشر بمحيط المخيم قال وزير الخارجية الاوكراني ديمتري كوليبة انه ناقش امدادات الدفاع الجوي مع نظرته الالمانية ان ليلنا بيربوك وشدد كوليبة في مؤتمر صحفي مشترك مع بيربوك خلال زيارتها الى العاصمة كيف صباح الاثنين على كون اوكرانيا بحاجة الى مزيد من الانظمة لحماية موانئها من الضربات الجوية الروسية لضمان امكانية تصدير الحبوب كما حث وزير الخارج الاوكراني ببرلين على ارسال او حث بيرلين على ارسال صواريخ تروس الى اوكرانيا في اقرب وقت ممكن ختم الموجز نلتقي على رأس الساعة اشتركوا في القناة